اشتركوا في القناة 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 من جانب التمجيد بين قوسي المجاهد الاكبر كما يلقبوا في ذلك الوقت معناها كان هذا فيه جانب كبير وكبير برشة وحيز كبير لكن في تعاملنا احنا في عملنا خارج نشاط الرئيس والحكومة كانت هناك اكثر اريحية كنا على الاقل هناك راحة في التعامل بين بعضنا راحة في الباسنا في تحركاتنا في رمضان اللي حب يصوم يصوم وليما يصوم 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 على الملأ حتى حد ما يدخل فيك تلبس كما تحب حتى حد ما يدخل فيك نتعاملوا كانت فيما احترام لحريات فردية على الاقل في تعاملنا داخلي وفي قص ابعد على نشاط الرئيس الجمهورية ولا حكومته نظام بصفة عاملة كانت معناها قدتك عندك حيز انتاحهم وهكذا كان فيه مختصين يخدمون فما ناس مختصة تخدم فيه الجوانب الأخرى كنا يعني نخدموا بليوزو مواحس بالفترات كنا نخدموا العمل الميداني نخدموا عادي يعني تقريبا شبه عادي كما نقول لكن وقت اللي جاء فترة ابن علي فهم شوية انفتاح في البداية كان فهم انفتاح في السنة ونصف لولين شوية انفتاحات صغيرة هو لا كما قلوه البن علي ولا صانع التغيير بين قوسين كما يحلو كما كانوا يقولوه كما كانوا يقولوه لقبل وكان يظهر على الشاشة التلفزي ولا اللذاعة ولا على ألسنة المسؤولين سواء مسؤولين الحزب أو الحكومة صانع التغيير وبنسوغ ولينا العهد الجديد اللي قعد أكثر من عشرين السنين ومقدمش العهد الجديد قعد دي مجديد على كل في بنا عليه كانت بعد أكل سنوات صغيرة فالمشتنوات هي تقريباً عام وشوية وليت من بعد زنزانة مغلقة كان قبضة حديدية والزنزانة مغلقة حتى العمل داخل المؤسسة ما عاش فيه حتى أريحية فما توتر تحس توتر عام داخل أقسام الأخبار وقاعة التحرير كنا كنت لعبة دولت الدور على بعضها شوية ساعات من حجب الضغوطات الموجودة حتى نشاط ما كان عنا الحق نخدمه بالأريحية نذكر مرة بحثوني مش نعمل عمل ميداني على فيضانات وقتها فيضانات في سيد حسين وقتها ديار بناءات فوضوية خرجت وفما أربع وزراء وفما شهادات وأنا خذيت الوزراء لكن خذيت أيضا شهادات المواطنين لماذا أتخلت للمؤسسة أنا داخلها ويأتي من رئيس التحرير عايش الكاسات جيب هنا نحب حاشي بيك يجب الكاسات ويجب الكاسات معك طلعت كنا نخدم وقتها على البيتا مش كمتوم طلعت بالكاسات قتلي هيتها عايش عايش كاتل الكاسات مادي تالخطنا عادة جيب الكاسات وبعد نخدمها نصيغوا الوصوص متاعنا ونخدمه قتلي لا يعتك صحة خلي الكاسات هنا ومش على روحك يعني يعني معني تشوف أنتي إلى حال يعني حتى أنتي تجرؤ تاخذ مواطنين ولا تقبل حتى ما تخدم يقص عليك الطريق ويعرفوا ما زادا شكون على شكون يقصوا الطريق على كل أكنت يعني كما قلت فترة عصيبة وعصيبة جدا من العمل أنا معناك كنت تحسب باختناق تحسب بواحد كنت الملجأ انتاعي كيف معاش في مشيت وقليت نكتب مقالة رأي على الإعلام حول الإعلام وحول حتى جماعية الصحفين اللي كان كما قال زميلي لطفي أنه كانت جماعية الصحفين قبل الملجأ متاعنا يعني كنا كنا ندخل جماعية الصحفين على الأقل تلقى النقاش تلقى المداخلات القوية تلقى أصوات حرة ومستقلة لكن حسب الفترات طبعا فما فترات من بعض بدت تدجن تدجن وتعود ترجع تتحرر وما إلى ذلك أنا كنت إلى جانب النجوء إلى جمعية الصحفين كنت نحاول نمشي لها في الأوقات اللي نحب نسمع فيها على الأقل كلام كنت ننشر في مقالة رأي على عميدة جريدة الطريق الجديد التابعة وقتها لحزب لحركة التجديد وبعد هذه خطوة أولى كانت تحديت وبعدت التضييقات وبعدت الضغوطات أكثر وقتها تم إقصائي من الخطط الوظيفية تم إقصائي من العمل الميداني الوطني على الشأن الوطني قاعدت نخدم كان في العالميات ما عادت نخدم حد شيء إلا العالم وبعدت الضغوطات تكثر إلا نختب وبعدت حبيت نتحدى أكثر ونشر لمعارضة متاعي أكثر في تحدي في عقري داريام انخرطت في حزب التجديد انخرطت في حركة التجديد وانتخبت عضو قيادية وقتها في صلب المجلس المركزي لحركة التجديد وكانت ضجرة ويتكلموا ولكن أنا كنت نخدم كنت نمشي لكن عند وقتها بشوية بشوية وصلوا حتى تجميدي مبأم عاج يعني عاج ما نعمل أنا ما كنتش مباطل ما نخدمش كنت نمشي ندخل للتلفزة ونحكي مع أصحابي لحقيقة زملائي وزميلاتي كنت ديما في علاقة طيبة معهم نحكي مع زملائي ونمشي نشد نسجل خدمتي كل نخدم كما كنت نخدم قط قط لاننا نحن نحن على السيستام بعد أنت على ذلك السيستام كنت نخدم سجل صوتي ونعمل منتاج نعمل كل شي ونخطه في السيرفر ونخرج خدمتكم هي موجودة استعملتها ونستغلته أنا حللت خدمتي حللت فلوسي وأنتم عملوا اللي تحب في الوقت ذاك كما قلت كانت معناه ديما عمل حب نتقوى لكن ذاك انتبائي الحزبي وقته ونشاط الحزبي ما كان رهنيش في خدمتي عمره ما وضع حد لعشقي للصحافة ولا الدفاع عن الصحافة ديما كما قلت نمشي للجمعية الصحفيين وبعد التقيت بزملاء وقته اللي عملوا نقابة مستقلة في وقته زميل لطفي الحجر زميل محمد معالي أمال بجاوي محمود الذوادي كنا كنت معناه كي يجيبوا وقته هم بعد ما منجموش يعملوا مؤتمر متاحهم حبوا يعملوا وقته فوقعت تفكير في محاولة عملاء النقابة صلب الاتحاد وقته ديما اتصالاتي بالزميلين محمد معالي هذا الوقت كنت ننشر معهم في الطريق الجديد ومحمود الذوادي وكنت أنا قمت بمعناها جمع كل الامضاءات من الزميلة وزميلة كانوا يحبوا يدخلوا عليش لا يقول كنت يحاد كانوا ينضيوا وجمعت معناها مجموعة من الامضاءات من المؤسسة وحبين وقته نعملوا ولكن كما حكايا من منيش مش عاود ليقالوا لطفي وقته بعد تدخلات على السلطة ومعناها ما نجمناش ان نخدموا فيها ومعناها ما فشلت المصارفش لكن احنا وقته كما كانت وقتها جزتما الفوعل يوقت وارتفاع الأصوات المنادية بالنقابة ومنادية بالوقتها أوصل الدعوة حتى الاتحاد الصحفيين يعني كان كما قلت النظام حاولوا انهم يعملوا يحاولوا الجمعية النقابة في نفس الوقت بمعناها الاحتواء عليها كما محتويين في الوقت ذاك في الحقبة ذاك كان محتويين للجمعية مع وجود بعض العناصر المستقلة داخل الجمعية لكن العموم كانوا تقريبا غمين عليهم وكانت بدأت التكتيكات باش يزيدوا يدجنوا الجمعية أكثر وفي نفس الوقت هكذا تحبوا نقابة هاي نقابة ما تحبوا نقابة أعملوا نقابة مع الجمعية ولا في بوقت الجمعية احنا شاركنا وقتها مجموعة واخدمنا ووقفنا في المرة كنا ضد راها وقفنا كنا ضد تحويل وحبوا نقابة أخرى مصقلة مع التيار لكن بعد قلنا علش لا هين ندخلوا نقابة واخدمنا فيها وكانت يوم لتائج الانتخابات كانت كف كبير وصفعة كبيرة للسلطة اطلعنا أغلبية مستقلة في قيافها في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفين التونسيين وتوليت وقتها أنا في المأتمر الأول توليت أنا وقتها في الأول مكتب تنفيذي للنقابة الوطنية للصحفين التونسيين اللي اطلعنا فيها وقتها أنا وناجي الزميل ناجي البغوري وزميل ناجيب الحمروني لا يرحمها وزميل منجي الخضراوي وزياد الهاني وطلعنا يعني مجموعة من المستقلين اللي تقريبا كما قلت كنت صدمة كبيرة وكف كبير للسلطة وبدينا في بنا بدينا بش نخدموا في البداية كانوا قاعد تهميش يعني كنا مش موجودين أخدموا أنتم إحنا كنا مش موجودين كان بداية التهميش ويمكن وقت ققتلها ويحاسبوا في بعضهم ويحاسبوا في المكلفين خطف مجموعة كانت مكلفة باحتواء النقابة كيفاش فشلوا في احتواء النقابة ويتكتكوا ولكن كنا كانوا همشين لكن بعد كانت فهمة محاولات الاحتواء اللي لاستقطابنا أياسين إيجاو معنا وقتا استدعانا رفع الدخيل وقتا وزير الإعلام وحكا معنا وكم قاها وحكينا على برشة مشاغل وبرشة منها مثلا مشاغل اجتماعية كما تسكن كغيرا عديد من المشاغل حكينا فيها وعمل روح ويسمع فينا لكن حاول على كل حال حسب مسمعي أنا 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 سخصيا لم يتم إغرائي بأي شيء لكن الزميل ناجي البغوري اللي كان وقتها رئيس نقابة قال اللي هو حاولوا إغراءه لكن على كل احنا حتى حد ما كان النجم يغرينا وقتا كنا نخدمه كنا متواصلين احنا نخدمه لكن هما كيف ملقاوش كيفاش يحتويون داو عمليات الانقلاب حاولوا في البداية في الفترة لولى من الانقلاب حاولوا يضموا معناها مجموعة من الامضاءات معناها مجموعة تقريبا فاتوا خمسمائة امضاء توقيع عريضة لسحب الثقة من المكتب التنفيذي اللي هما ما عاش يساعدهم الامضاءات هذه احنا باقت بالفشل باعتبار انه احنا كيجينا نشوفوها فيها عديد من الاسماء المتكررة فما انضاءات مش واضحة فما فما زميلات زملاء كانوا يصحوا تحت الضغط لكن يجيوا للنقابة ويصحوا في المقابل على يصحوا في المقابل على على معناها انضاء مساندة للمكتب التنفيذي وذا باقت بالفشل انا التضييق كما قلت كما اسبقه ذكره زميلي لطفي انه كان سيخطوه وقت التضييق يكثر ووقتي ليقرب تقرير الموعد تقرير الحريات خاطر يعرفوا التقرير الحريات اللي احنا كاجمعها تقريبا اغلبية مستقلة مينيش بش خرجوا تقرير كما جاولة انا تعرف كننا وقت اللي نجينا مش نطلبوا تقرير الحريات كننا نقول ونعطيه اسم مطبعة اخرى مطبعة اللي يجي مطبعة نقوله بش نعمل مثلا في مطلبة ما في شرح لحبي برقيبة لكن احنا في الليل ناخذوا وكانت مجموعة ضيقة جدا تقريبا ثلاثة اربعة نمشيوا كنا ناخذوا التقرير ناخذوا في الليل المطبعة في حي شعبي نقضوا غاتيكا مرابتين حتى الاخر ساعات من الليل نقضوا مرابتين ليلي تحضر ونروحوا بها انا كنت نروح بها في كرهبتي في المال نتاع السيارة كنت نروح بها في كرهبتي كنا نسميها كنا نتندروا انا ونجي وقتا ونجيبا على يرحمها كنا نقولوا هزين الكنترا كنا نحمل الكنترا في الكرهبة في الكرهبة ونمشيوا بها ونقضوا بيت عنا حتى الغدوة من خرجوها الرغم يعني كنا نروحوا في كل المتابعات الامنية تزا من بلاسة نخرج من بلاسة اخرى مع كل المجازفات مع كل المسئوليات لكن كنا متحملين مسئوليات ناجس كوبو في اخر دايور نذكر اخر تقرير تبعناه وكان كما العادة كنت روحنا وقتها تقريبا ما ثلاثا تعليل انا كرا واحد للدار نذكر كما توقيت كي دخلت نلقى بنتي وهي الكبيرة في أولادي نلقاها بقايمة وعينها محمر قلتنا لك من تتفاقها قتل بمما يزي 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 رك قتلتنا بالرعب يزي 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 عايش كردبيرك على روح كرانا معاش فينا معناه هذه كما انا بالحق طبعت في مخي ما عاش نستقل من نزل ليش خاطر حسيت وقت كلي مقصرة بالحق مع ولادي مع عائلتي خاصة ان وقتها أولادي كانوا يعيشوا في حق في في سسمه في في اضطراب نفسي بعد انا ابوهم كان زوجي كان مدير معهد كبير مدير معهد خزنة دار في الفترة ذيكا بالذات بقدرة قادر جاتوا نقلاء اتعسوا فيها نقلوه للمدرسة اعدادية في حي شعبي بعد تسعة سنين وناس كل تشهدلوا بالكفاءة ونظافة اليد على كل مشاهدة منظورنا مرشت اما وقتها على شنقول انا أولادي كانوا مضطربين كانت نفسيتهم مضطربة برشا لكن على كل انا قلت بوستها سكتها ما قلت حد شيء دوتوتلي فسان سافا باسي احنا انا انا حاجة بديتا ومؤمنة بيها من نجمش موقف عليها وتمدينة وكانت الندوة الصحوفية وقتها اول انت اتلاق لمحاولة الركوب على النقابة والانقلاب عليها لحاولوا يحاولوها من ندوة صحفية لتقديم تقرير الحريات الى تلاسن معناها محاولات الاعتداء على 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 النقيب ومحاولات التلاسن علينا معناها على الأعضاء المتبقيين محاولات تشنجوا معناها حاولوا كل الطرق باش يكسروا أصلا الندوة وباش يضربوها لكن احنا كملنا ندوتنا ووزعنا تقاريرنا وارفعنا كل معنا وقمنا بالليجيزم يقوموا به كانت العديد من محاولات اخرها المحاولة الاخرة وقتها كانت تنظيم عقد مؤتمر الاستثنائي باش ما حابيش ندخل في برشة تفاصيل جلسة عامة وهربوا حبوا يدخلوا يعني يضربوا الجلسة العامة ويحاولوا يشوشوا لكن احنا كل ذاكت عديناه لكن الى ان كانوا عاملوا عقدوا المؤتمر الاستثنائي الانقلابي اللي كان خارق لكل كل الامور القانونية كان فيها حتى ما يعني ما يتناسبش على الامور القانونية بالكل على كل عامل اللون لكن احنا قادنا في النقابة وقادنا في المقار نتاعنا وقادنا نخدمه ونكملنا وكانت الفيج وقتها كانت معنا وكانت تساعد فينا وحتى ممثل وقتها حضر قال هو عن الفيج قالت لا هين فات قالت راه وحضر باسم باسمك نقيب مغربي محضر باسم الفيج وذلك كانت شهادة لنا حاولوا كما قلت اللوعة قاعدنا نخدمه لكن الى يوم يوم ثمانية تقريب جاءت اليوم الاول جاتنا دعوة للمثول ومعناها استلام طلب باخلاء المقر هذا كان في ثمانية عشرين سبطاء في ثمانية عشرين اوت في ثمانية سبطانبر كان يوم كبير برشا نذكروا يوم كبير برشا نهارا ذاك زميلة نجيب الحمروني ومعها زميل لطفي الحجي كانوا سبقوا دخلوا للنقابة لداخل جاءوا تحاق جاءوا للأمن البوليسي بوليسي السياسي حاصر كل للنقابة حاصر مقر النقابة من برة زملاء كانوا لداخل وحاصر نقابة من برة زميل ناجيب غوري الرئيس النقابة كان جاي اللي بش يدخل النقابة جروه من قدام النقابة ودزوه بعده حتى لشارع الحرية أنا وقفت كرهبتي قريب وداخله ما في بريب شيء أنا داخله قال لي مدام تاقف غادي قلت له أنا كتب العامة بش ندخل قلت له فهمتم ظاهرين من هيئتهم ومسكرين الباب وميليشيات من دايرة بكل جهة قال لي لم فهم نش دخولوا ما عندكمش الحق بش ندخلوا قلت له قال لي يا مدام يا عيشك يا مدام أنت محترمة ونحبوش نذروك نحن نعرفوك أنت محترمة ما نحبوك نذروك يا عيشك كان يسايبوا عليك يا ذوما وشاوري على الميليشيات لو كان يسايبوا عليك هذوكم راني لم يجمش شدهم رامينا جمعوا هذوكم مفهموا حتى شيء يعني كان يهدد فيها ضمنيا أنه الميليشيات ليست يعتذروا عليها لكن ذلك ما خوفناش أنا قتل من زميلتنا الداخل وزمائلين يجبنا ندخلوا يجبنا ندخلوا حتى تقوى لا تخرجوا زميلة واحد منهم إذا كنت نمشي ونحن ندخلوا إليوني باكيستيون وقعدنا وقتا نذكر قعدت أنا ومع بعض الزملائي قعدنا على الحافة متاع الصور متاع الصور متاع المقر النقابة وبعد تم اخراج عطقانهم من الحبس نجيبة اللي يرحمها وزميل لطفي خرجوا والتحقنا الكل مع الجانب الآخر من شارع الحرية ومشينا مع بعضنا وقتا مشينا مع بعضنا والتجأنا كان الملجأ متاعنا وقتا فضاء مقر الجمعية التونسية لنساء الديمقراطيات اللي كانت ترأسها وقتا الأستاذة الصديقة سينا بن عاشور مشينا غادي وكتبنا البيانة متاعنا اكتبنا بيانة للتنديد باللي صار ووقتا نذكر حتى معناها في آخر وقت مغرب وقعدنا وكتبنا ونشر حاولنا نشره كانت معنا بعثناه للصحف المعارضة وقتا الطريق الجديد والموقف مواطنون ومعناها وحاولنا زادا نشره عن طريق الانترنت في بعض المودونات وأرسلناه للاتحاد الدولي للصحفيين وخرجنا وبعد عودنا هذاك ما ما تبطلنش من الخدمة بتاعنا كنا نراسله ونصدروا بياناتك كنا نجتمعوا في المقاهي كنا في المقاهي نجتمعوا في المقاهي مرة مجتمعين في أريحة جاي مدير أريحة مسكين قال هو كنا نجتمعوا غادي قال لنا راو توقلموني وراو جاي تهديد قال لكم ما تخرجوا من غادي رأينا بش نهدوا عليكم بالشرط مرة زادا في بلفدار نذكر وقته معنا زميل التوفيق العياشي خطر كانوا مجموعة من الزميلات والزملاء من أحرار المهنة كانوا موجودين ومرابطين معنا وعملين لنا حزام من بينهم عديد من بينهم توفيق العياشي عيدة الهيشري سالمجلاصي عديد من الأسماء سمير جراية عديد من الأسماء من شاء الله كلها لن تحضر نسا كلنا تواب أما فما عديد من الأحرار المانا وحريرة اللي كانوا موجودين وكانوا يساندونا ويقفوا معنا ويناظلوا معنا ونلتقي ونحن ويمكن نعلم لقاءات كي ما قلت في القاوي في كل في الفضائيات العامة ويطردونا من قهوة نمشي والقهوة الأخرى ونقدموا كانت في الأخر حسين الأخر انتهوا إننا وقفنا شكوبينا للشرطة للشرطة الاقتصادية مثلنا أمام الشرطة الاقتصادية بشكوى مقدمة من المكتب التنفيذي المنصب من قبل السلطة اللي كانت السلطة بيدها أسعاءات قطع عليهم الأموال وكانوا أقبل أنا ما ذكرتش هذالي في التنظيم انتعى المؤتمر كان بن علي بيده والمستشاريه كانوا هما مشرفين ذاتهم على التنظيم المؤتمر وشكوا بينا ومثلنا أمام الشرطة الاقتصادية وأدنينا بشهاداتنا ولكن كلاو مرة أخرى كف آخر خطر احنا يدينا كانت نظيفة وكنا نضاف تعرف أو مش عايش تتصوروا ثم الرصيد الصغير اللي ما زالنا في المقر في الحساب من النقابة احنا جبدناه وحطيناه في كونت آخر باسم النقابة لذلك احنا مجبدنا منه حتى فرنك بالعكس كنا وقتنا نصرفه من يدينا والرصيد هو بيدو قد كما جبدناه كما حطيناه فقط احنا هربنا عليهم وكهو أما أخدمنا وقعدنا وقعدنا وخرجنا اللباس علينا نظاف معا منجموا يعملوننا حتى شيء إلى أن كانت وقتها وقعدنا نواصلونا خدمه وانتراسلوا مع كل المنا ندولوا في القضية متاعنا ومشيت مقعدنا كما قلت حتى لين جاءت الثورة الثورة من ديسمبر التحقنا احنا وعودنا الدخول للمقر واحنا ترأسنا الاحتجاجات وقتها معنا وقتها سندنا للشعب والاحتجاجات الشعبية من داخل مقر النقابة وكنا موجودين غديكة وكانت وقتها المكتب القديم ما كان نجم يقول حتى شيء كانوا بعدين اللي موجودين فيهم كانوا قاعدين هكا على جرب واقفين وكهوبة نجم يعمل حتى شيء احنا كنا اتقدرنا وكانت معناها في ريمان ايامات قوية وايامات سخونة وايامات لن تمحى ولا تمحى من الذاكرة كمالنا وكملنا خدمنا إلى كان معناها وبعد بعد الثورة طبعا عودنا رجعنا واستعدينا شرعية متاعنا وكمل المكتب الموندان متاعه إلى حدود جوليا 2011 كان المؤتمر انتخابي اللي تم واللي طلعت فيه ترأسة المكتب متاعه الزميلة نجيب الحمروني الله يرحمها واللي كانت هي احنا انا وناجي ما عودنا نسحبنا ما عودنا نشت رشحنا عفوا لكن هانا هي كانت احنا معاملين عليها وهي وبعض الزملاء اللي معاها وفيما نعاد برأمان وصلنا لبرأمان لكن بعدها مباشرة بدأت التضيقات بدأت حملات الشيطن في عهد ترويكا في زمن ترويكا كانت شيطنة و حملات عنصرية وحملات ضد الزميلة نجيب الله يرحمها وكانت زاد معاها حملات أخرى حملات تكفير لعديد من الزميلات والزملاء وقعت بالعديد المولايات ومحاولات تدها دخل أنا نذكر مثلا معناه واحد من المستشفين انتعى الرئيس منصف المرزوقي وقتا قال لي في بن علي وقتا أنا شاد رئيس نشرة في التلفزة قد رجعت بعد الثورة نخدم على العروح نرجع خدمت نشارات ونخدم كيل عادة قال لي قال لي شبيكم في بن علي كنتوا تعديوا الكل ونحن نتوى شبيكم تعديوا ونحن عدنا لكم مفامينويت ما عدتوا منها حتى ثلاث ثقايا قد سيد الكريم في وقت بن علي كان الإعلام حكومي اليوم رأينا تلفزة عمومية ما هيش حكومية ثانيا هذه كراي ضوابة المهنة بتاعنا نحن ما نجوش في نشرة أخبار نعديوا عشرين دقيقة لرئيس الدولة وش نترك البقية الشعب وش نترك المشاغل الشعب الأخرى هذا على كل من الشهادات لكن بعد الانتخابات 2014 ما كانش الحظ الجو أفضل كانت هناك أيضا محاولة شايتنا كانت محاولة تكفير وما إلى ذلك وقعدنا وصلنا ما نقوله بعد الثورة كانت من أهم وكما نقول أهم مكسب في تونس هو حرية الصحافة والتعبير وينصغ الذي يخص أساسا هو يهم الناس ويهم الشعب لكن بصفة خاصة الإعلام نحن في بنا منفتح في بنا اليوم الإعلام مع الأسف الشديد ما نظرناه والذي نظرناه نحن بالعكس هو أكسبنا هذه الواحد وما زلنا عنا أمل في الانفتاح أكثر وما زل عنا أمل بشي تصلح أكثر اليوم للإعلام العمومي ما زال يستحق إلى إعلاء إلى إصلاح شامل ولتوا بعد سنوات من الثورة نهار كل عملنا مشاريع الإصلاح وقمنا وحبرنا وكتبنا ولتوا ما زلت في الأدراء في الدرجة المؤسسات أو في درجة رئاسات الحكومات وغيرها صحيح ومكاسب كبير المرسومين 115 و116 وقانون النفاذ المعلومة فيما بالنسبة أنا أحكي بينسيغ للإعلام أو بخص الإعلام كانت معناها عديد من الكاسب وكانت معناها الوقت كانت الهيئة الإصلاح الإعلام وبعد اللي بينسيغ بعد كان مرسوم 116 و15 يعني هؤلما لكل مكاسب ومكاسب كبيرة ونعتد بها ونعتبرها مفخرة لكن اليوم في تونس التي تتصدر اليوم ما زالت هناك مؤشرات من الأول كانت مؤشرات إعادة السيطرة عليها بدءا بالاعتصام قدام مؤسسة التلفزة التي وقتها أفتت أكدت مصالحة مع المواطن التونسي وكانت الأخبار وصلت من 70% وكانت كانت مصالحة بين الشاشة التلفزة والمواطن التونسي جاء اعتصام ذاك لمدة أسابيع وكان فيه نداءات يسيحوا فيها يشهروا فيها بأسباء زميلات وزملاء على الطريق العام وينديوا للبيع للمؤسسة لكن خرجوا أولاد التلفزة وبعدهم قاعدة محاولات الأخرى لكن اليوم نحظ في نفسي اليوم نرى المشهد الإعلام العمومي يتراجع يتراجع اليوم فيما فقر برامجي وفقر على كل المستويات هناك تعينات فوقية قاعدة تتوالى التعينات الفوقية تأثر حتى بينسوق على داخل الأجواء الاحتقان داخل المؤسسات العمومية هناك أصلا تحس إسناد وظائف خطة وظيفية أطوريا ترافير ليس للكفاءة لكن حسب وفق المحسوبية والولاءات اليوم عودنا لكي نرجع كمقبل إعلام العمومي لحمد الله رمزيلا لا يوجد حكومي باقي إعلام عمومي لكن يلزم وقفة كبيرة وكبيرة ورشة لكي لا يرجع يولي حكومي خطر فما مؤشرات إذا كانوا اليوم نشوفوا وجوه كنا نشوفوا فيها قبل وتعودنا الرواق قدامنا تحبر وتكتب التقارير على زملائهم كما تعرضوا التقارير وكما تعرضوا زميل لطفي إن كانت فيما إلى جانب الموالين للحكومة كانوا ناس تكتب في التقارير وتحبر وتكتب علينا ونحن ما كناش يهمنا فيهم يكتبوا ليحبوا على كل ما كان يضروا كان يضروا فينا اليوم الروم على ما زالوا يرتعوا كي أن شيئا لم يكن ما زالوا على رؤوس بعض المؤسسات على رؤوس بعض الإدارات ما زالوا في قلب الوزارات أو في رئاسة الحكومة ذاتها الناس كانت تخدم بالتعليمات اليوم هي شدة مفاصل الإعلام في تونس وهذا لا يجب أن تسكتولوا هذا يجب أن فهم برشة حقائق اليوم بعد سنوات من الثورة الصحف المصادرة التي كانوا كما شمس فان كما السسم الصباح الزيتونة إلى غير من اليوم مغطينا عليها وين من الأنواب نحب اليوم كشف حقيقة على الأموال المنهوبة والأموال المصادرة وينه ما عاملوا فيها علش اليوم إلى يومنا مصير هذه المؤسسات مجهولة معناه كل يعني كل مؤسس يعني كل كل واحد كل طرف يحب يطغو على على جريدة من الجرائد أو مؤسسة من المؤسسات اليوم نشوف المؤسسات الخاصة اللي هي كما جاء التقرير وجاء فيها معناها دي جاء مغضق عليها من قبل ونهبت المال العام ونهبت عليها من قبل عديد من الأموال اليوم قاعدة تأخذ في مسارات الاستفاف أو أما الإثارة واللي ما فيها ذلك بما في ذلك من إخلالات من تجاوزات لأخلاقية المانا وإلا الصفات أما للنهضة أو لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أو لرئيس الجمهورية الباجي قيد سبسي اليوم معناها هذه مؤسسات ومؤثرة مؤسسات كبيرة وقاعدة أثر وقاعدة تشوف فيها الناس خاصة أمام تراجع الإعلام العمومي لعبات قادة الترجاء للمؤسسات العمومية اليوم قاعدة المؤسسات العمومية معناها المؤسسة الخاصة قاعدة تشتغل في شغل قذر وقذر جدا هناك رداءة هناك معناها معناها قاعدين نعاودوا باش نرجعوا مش منظومة بركة تولت دعائية باش نوليوا عادي بعض الأبواق الدعائية القذرة ولي ما حاشناش بها في تونس ما حاشناش بها اليوم في دولة ثورة الكرامة ثورة الظورة الشعبية وثورة الكرامة وثورة الحرية اليوم في اليوم ماذا هذه كل يزم ملفات وسكالة الاتصال الخارجي وين هي ملفاتها الكشف عن حقيقة وكالة الاتصال الخارجي الكشف عن الأرشيف البوليس أرشيف البوليس اليوم اليوم عنا أقائمة سوداء كنا نحبه أنها تصدر وين هي اليوم احنا ممكن эн Iímناج منها إن شاء الله تكونوا مكنوا منها هيئة الحقيقة والكرامة على خاطر اليوم إذا كان ما فماش كشف العديد من الحقائق رانا بش نحاول بش نبقاو نتأرجح ونرتبك ولن نتمكن على كل إن شاء الله كما نشحوش قبل إن شاء الله ما ينشحوش اليوم وإن شاء الله معا لتحرير تونس ولتحرير الإعلام التونسي إن شاء الله يكونوا ديمة جميعنا عظم ونقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ترجمة نانسي قنقر